يعني سيارة النائب أنا أشوفكم أو دور لجنة الشباب والرياضة يشوفها دور متفرج نطينا قانون يجي راحوا مش عاكلهم من الدخل يعني ما أخذتوا علا عاتقكم بأن تكونون حمام السلام لحل حلة هذه الأمور كونا اللجنة الأولمبية رياضية وأنتم لجندكم تحمل اسم الرياضة فأكيد شي مكمن لشيء نحن مارسنا بشكل يعني معقول هذا الدور يعني بعد الرسالة مع اللجنة الأولمبية الدولية مباشرة احتمال إحنا الجهة الوحيدة اللي خاطبناهم قلنا لهم إحنا يعني راح نتابع هذا الموضوع وعملنا مجموعة لقاءات سواء مع مجلس القضاء مع يعني كابتر رعد ومع الساس سرمد ومجموعة أخرى من الشخصيات وتوصلنا إلى النتيجة وذكرناها بالتقرير احنا تدخلنا ما ممكن يكون يعني فرض إرادة يعني هذا بعيد عن سياستنا وبعيد عن لجنة الرياضة وشباب تحترم المثاقة الأولمبية هذا واضح يعني هو دستور على كل اللجانة الأولمبية في العالم هذا ما منه لكن أنا أتحدث على شأن داخلي يعني ما تحركتوا بين شأن ودي داخلي كعلاقات كأصدقاء لحل حلت هذا الأمر لا تحركنا لا أكيد تحركنا سواء كان بشكل شخصي يعني موجودين وسواء كلجنة بشكل عام تحركنا عن هذا الموضوع وحاولنا لكن هي بداية الأزمة عادة تكون بها تشنجات فحتاجوا فترة يعني السكون يعني الأخوان كلهم حاليا يعني احنا قدمنا ما يجب خارطات الطريق يعني باعتقدنا هي مهمة أنه الانتخابات القادمة قبل لا تصير الاشكالات اللي موجودة في رسالة اللجنة الأولمبية يجب حلها بشكل كامل بعد ذلك اتجاه إلى انتخابات معها ملاحظة أنه حاليا يعني للأسف ما عندنا نظام انتخابي كامل يعني بحيث تقدر تعتمد عليه اعتمدنا على النظام الداخلي فقط وقانون اللجنة الأولمبية ظهر أكد تفاصيل يعني ما كانت موجودة بالنظام الداخلي يجب أن تذكر يعني في نظام الداخلي يعني في نظام الانتخابي أو اللاحية الانتخابية فأحنا مؤرسنا هذا الدور وقدمنا وين مصنعنا بهذا الدور تحديدا مفروض أنه السيد رعد حمودي لأنه حاليا اللي يتولى التعامل مع اللجنة الأولمبية ينتظر اجتماعي يوم 15 بالشهر وهذا الاجتماع رح يكون بتوجيهات خاصة من اللجنة الأولمبية دولي مجلس الأولمبيل آسيوي بكيف التعامل مع هذه الأزمة أنت حضرتك أعرف القرار القضائي يعني بإبطال الانتخابات ما فقط قرار بإبطالها وليس يعني كيف التعامل مع هذا القرار وبالتالي التعامل رح يكون هو ضمن برنامج خاص أو منهاج الأولمبية والجمعية العامة مالتها يقدرون نفذوه وهذا ممكن يكون من خلال الاجتماع القادم ترجمة نانسي قنقر